اهلا بيكو في حاجة دي من امني فيروس ووتشور كنا اتكلمنا في الحلقة اللي مفاتت وعملنا مراجعة على فيلم جاستس ليج سنايدر كوت النهاردة احنا هنتكلم على شخصية مارشا مان هونتر عشان فيه ناس كتير قوي سألتني ميني الشخصية دي وكانوا عايزين يعرفوا شوية تفاصيل عنها مارشا مان هونتر هو شخصية تابعة DC Comics او الظهور لي في الكوميكس كان في نوفمبر ساعة 1955 الكلام ده كان في العدد 225 من سلطة الكوميكس دي تيكتف كوميكس على ايد الكاتب جوزيف اسماكسون في العصر الفضي هو اتقدم انه هو زابط من المريخ اسمه جون جونس يعرف باسم مارشا مان هونتر هو جي الارضة عن طريق اشاعة البرتيشن من عالم من الارضة اسمه دكتور اردل اتقابله كلمه بعض عرفه كل واحد يوم انا جاي منين بعدين مارشا مان هونتر بيطلب من العالم ده بعد اذنك رجعني تاني الكوكب بتاعي بقول له انا اسف التكنولوجيا اللي موجودة في الجهاز ده انا محتاج عشرات السنين عشان اعرف اعكسها بعدين بيجيله ازمة قلبية وبعدين بيعتذر لجون بيقول له انا اسف انت شكلك هتتحبس على الكوكب ده بسببي ساعتها جون بيقرر ان هو يفضل على الارض يستنى لغاية لما زميله في المريخ يعرفوا يطوروا تكنولوجيا يعرفوا يجيبوه بيها بيعمل شيب شيفتنج عشان شاكله يبقى شبه البشر بيقرر يكفح الجريمة وبيبقى محقق وبيسمي نفسه جون جونس وبيخلي مقر عملياته مدينة ميدل تاون بيعلن عن نفسه بعد كده للعالم وبيأسس فرقة الجوستيس ليج يكون عضو مؤسس فيها مع باتمان وسوبرمان واندر وومان واقوى مان وفلاش اللي هو باري ألن وجرين لانتر نهال جوردون كان دي سي كان عندها مشكلة في الوقت ده انها ما كانتش عايزة تحرق الابطال الرئيسين بتوحها بفرقة الجوستيس ليج لذا كان بتبدل ما بينهم كان سوبرمان بيبدل مع مارشا من هونتر كذلك باتمان كان بيعمل كده مع جرين ارو بعد كده دي سي قدت الضغل أخضر لسوبرمان ان هو يبقى عضو دائم في فرقة الجوستيس ليج ساعتها الحضور بتاع مارشا من هونتر قل قوي في الكوميكس بعد كده جاب لك ان مارشا من هونتر فيه ناس توصله مع من المريخ وعارف يرجع تاني الكوكب بتاعه عشان يبقى الليدر بتاع حاجة اسمها نيو مارس بعد كده احنا شفناه يعني على فترات متبعدة قوي على مدار 15 سنة بعد كده ممكن نيقول سنة 75 في العصر برونزي عارف يرجع تاني الارض على سفينة فضائية كان ساعتها فيه اعضاء كتير من الجوستيس ليج كمستقاله هو لأ مكان ان هو يعرف ينضمه وبينضم تاني للجوستيس ليج بعد غياب حوالي 20 سنة سنة 88 اتعمال له ميني سيريس من 4 اشو غيرت شوية في الارجن ستوري بتاعته جاب لك ان دكتور ايردل ده لسه عايش ومش بس الشعاع بتاعه اخترق المكان وعارف يجيبه من كوكب تاني لا ده كمان اخترق الزمان ومارشامل هونتر ده من الاف السنين ودلوقتي كل سكان المريخ ماته بما فيهم مراته وبنته في النيو 52 بعد الفلاش بوينت جاب لك دلوقتي ان هو عضو في منظمة اسمها ستورم ووتش ودي كانت منظمة منوجودة بس في الكوميكس بتاعت ويلدو ستورم بس هي دلوقتي بيت منوجودة في العالم بتاع دي سي هو بعد كده استقال من المنظمة دي عن طريق ان هو يعني شال وجوده من ذكريات جميع اعضاء الفرقة انضم بعد كده لفرقة جوستس ليج حكومية مأسسها اماندا والر وستيف تريفور كان المقصود بالفرقة دي ان هما يعني يتصدوا يعني احتمال ان ممكن فرقة الجوستس ليج الاصلية تبقى مجانين او يبقوا اسرار كانوا عاملين في كل واحد في الفرقة الجدية دي ان هو يبقى نظير حد في الفرقة التانية يعني دلوقتي انت عندك مارشامل من هونتر ده كان نظير سوبرمان في الجوستس ليج الاصلية بعد كده احنا ممكن نقول ان الكوميكس بتاعت مارشامان هونتر كانت على طول متسممة يعني بالعشوائية وتخبط عشان كل ما ييجي كاتب يكتب كوميك كان بيتغاضى او يتناسى الكوميكس اللي معمولة قبله ويقرر ان هو يعمل حاجة جديدة لازال أرجن ستوري بتاعته اتغيرت كتير جدا الراجل ده تبه دي سي يعني هو الاول يتقدم ان هو من كوكب المريخ وان فيه ناس على كوكب المريخ بعد كده تقلق ده هو لص صنوف مارس هو اخر ابناء المريخ وبعدين يتقلق ده هو اخر ابناء المريخين الخضر فالناس قالت ايه ده خضر هو فيه حاجة كمان فقالك اه ده فيه بيض ايه ده كمان وبعد كده اجاب لك ان هو عنده اخ اسمه مالف اك وهو كان حاقد ويعني على سكان الكوكب بتوعه وبعد كده عمل فيروس واباد سكان الكوكب حاجات كتير اوي من هذا القبيل هو متصنف واحد من اقوى الكائنات في عالم دي سي سوبر مانا بلكده قال لو فيه لستة للناس اللي انا مش حابب اواجههم على كوكب الارض مارشا من هونت رحيب ارقم واحد فيهم وهو بلكده في قصة ان جاستس تصدى الواندر وومن وسوبر مان الاتنين في نفس الوقت وفي قصة تانية كان هو واقف قدام الجاستس نيك كلهم لوحده طب هي قدراته زي اي مريخي اخضر هو عنده قوة تحمل وقوة بدنية القدرة على الطيران عنده ري جنريشن برضه ممكن نقول عنده تليبسي وتلي كنيسيز وعنده القدرة على الاختفاء والقدرة على اختراق الاشياء وعنده هيد فيجن طب هي ايه نقاط ضحفه والاجابة بكل بساطة هي النار والموضوع ده تغير كتير قوي عبر السنين في الكوميكس يعني هو الاول تقدم انه هو لما بيكون في شكله المريخي النار بتقزيه بعد كده تقال ان النار بتقزيه كده كده وبتخلي ما يعرفش يعيحافظ على القوام الصلب بتاعه وبتحول لحاجة كده عاملة زي البلازمة بعد كده تقال ان كل المريخيين عندهم نقطة ضحف تجاه النار عشان هي مرتبطة بالتلبسي بتاعهم هي بتخلي عقلهم ينهار وبعد كده تقال ان من عشرين الف سنة كان المريخيين كانوا عرق اسمه زابيرنينج هم كانوا بيولعوا يعني في الكون وكانوا عرق عنيف جدا عشان خاطر يتقصروا لاجنسيا بعد كده جارديانز وفزا يونيفورس عمل حاجة كده ان هو اسامهم نوعين الوايت مارشانز والجريم مارشانز وحط في دمخهم خوف زهني من النار بعد كده جاب لك ان المارشان من هنطر عارف يتغلب على العائق الزهني ده وقال لسوبرمان انا دلوقتي النار مش بتأزيني بعد كده جاب لك في النيو 52 ان هو اعترف ان خوفه من النار ما هي الا فوبيا عشان هو شاف العرق بتاعه بيتبات بيها مارشان من هنطر نفسه اعترف ان هو وسط كل القدرات الكتير او اللي عنده دي هو شايف ان نقطة ضحفه تجاه النار دي حاجة سخيفة وغير مبررة طب ليه كتاب دي سي عملوا كده الاجابة هي ان هما ما كانوش عايزين يخلوا فيه حد اقوى من سوبرمان سوبرمان هو البطل رقم واحد واللي عنده الشعبية الاولى ما كانش ينفع يبقى فيه بطل اقوى منه يعني انت لو ركزت كده هتلاقي كل القدرات سوبرمان منجود عند مارشان من هنطر وكمان عنده قدرات تانية زيادة كان لازم يلاقوا اي حاجة نقطة ضحف يعني ينزلوا بيها قدراته شوية عشان ما يبقاش أو بي او أوور باورفول احنا دلوقتي ممكن نتكلم على ظهوره في الاعمال الفنية المختلفة بالنسبة لعالم الانيميشن في المسلسلات هو ظهر في العالم بتاع الانيميشن اللي هو DC EU اللي هو DC Animated Universe ظهر في مسلسلات كتير فيه بعد كده ممكن نقول اللي هو ظهر في مسلسلات تانية زي يونج جاستيس زي باتمان زي باتمان بريفان بولد وزي جاستيس ليج اكشن بالنسبة لأفلام الانيميشن هو ظهر في 13 فيلم اولهم كان فيلم اللي هو جاستيس ليج نيو فرنتير واخرهم كان فيلم سوبرمان اللي هو منوف طمورو بالنسبة للمسلسلات اللي هي لايف اكشن هو ظهر في مسلسل سمول فيل وظهر برضو في الأروفيرس وهو يعني أحداثه بتتركز قوي في مسلسل سوبر جيرل بالنسبة لظهوره السينمائي هو زي ما احنا عارفين هو ظهوره السينمائي الأول كان فيه فيلم منوفي ستيل والممثل قعد إحياء الدور بتاعه في فيلم جاستيس ليج سنايدر كوت غير كده وكده هو ظهر في حوالي 10 ألعاب فيديو جيمز أبرزهم اللي هي بس كده دي كانت حلقة سريعة اتكلمنا فيها على مارشا من هنطر أنا عايزة جدلاتي تقولي في الكومنس انت ايه رأيك في الشخصية دي انت متشوق انك تشوفها تاني لتعملها فيلم لوحدها مسلسل لوحدها قولي ايه رأيك في الكومنس احنا الحلقة الجاية حنتكلم عن حاجة جديدة لغاية الحلقة الجاية ما تنساش تعمل لايك وشير ولو انت مش عمل سبسكرايب أمر ما تنساش تضرب الجرس ترجمة نانسي قنقر